الجزئية التانية بما أننا بنتكلم بقى على الإحصائيات لأن الفترة الأخيرة احنا بنشوف إحصائيات يعني غير منطقية ومش مفهومة وبتتعامل كده يعني من الهوى يقولك مثلا إيه في عشر مطشاط كسبت تسعة خسرت مباراة محدش بعمل إحصائية كده يعني الإحصائيات يما تتعامل على سيزون كامل على مدرب تولى مسئولية دور كامل على فترة حقبة زمنية خمسة وعشرين سنة أو تلاتين سنة دي الإحصائية النهاردة أحد الإعلاميين والصحفيين الكبار اللي موجودين في أغانا وهو صحفي مهتم جدا بشؤون كرة القدم الإفريقية ودايما حريص على كل الأخبار الخاصة بالكرة الإفريقية ومهتم أيضا كمان بمسابقات الأندية الإفريقية قدامكم أكيد الأكاونت الرسمي بتاعه على تويتر نوح آدم صحفي غاني معروف لكل الصحفيين أو كل الناس اللي موجودة من خلال السوشيال ميديا النهاردة أتكلم على إحصائية اتعاملت بخصوص تصنيف الأندية في المسابقات الإفريقية خلال السنوات السابقة تحديدا بعد تعديل نظام المسابقات بمعنى أول ما بتخلص دول المجموعات وبتروح لمرحلة النوك أوت خروج المغلوب بيشوف مين الفرق أو مين الفريق اللي قدر يعمل نتائج مميزة في مرحلة النوك أوت سواء بالنسبة لدور الأبطال أو كاس الكونفيدرالية هو لما شرح الإحصائية قال لك دي إحصائية على نتائج الأندية في المسابقات الإفريقية في مرحلة خروج المغلوب اللي هو الدور الثاني وكاس الاتحاد الإفريقي منذ عام 2009 مين اللي ظهر أو طلع في المركز الأول النادي الأهلي المصري كالعادة النادي الأهلي بيغرد منفردا النادي الأهلي رقم واحد في هذه الإحصائية على مدار أكتر من حوالي 22 أو 23 سنة في مرحلة النوك أوت لكل المسابقات الإفريقية أعلى رصيد من النقاط النادي الأهلي يليه الوداد المغربي ثم الترجي التونسي الرجاء المغربي ماموليدي سانداونز بطل جنوب إفريقيا بيترو لواندا بطل أنجولا شباب بولوزداد تي بي ما زينبي سيمبا التنزاني نهضة بيركان وفاق ستيف ثم في المركز الـ 12 يأتي الزمالك بيرامدز في المركز الـ 13 الهلال السوداني في المركز الـ 14 ثم المريخ أورلانتو بايرتز شابة القبال حرية كونكري القطني الكاميروني النجم الساحلي الأهلي ترابلس طهي بطل الكنغو الاتحاد الليبي الصفاقسي نوازيبو بطل بروتانيا موريتانيا استاد دامالي زناكو الزنبي إنيمبا نيجيري المصري في المركز الـ 29 وأخيرا أسيك ميموزا اللي بالتأكيد بعيد تماما منذ سنوات عن مراحل خروج المغلوب أسيك ميموزا يمكن في فترة كده وصل لمراحل المجموعات لكن ما بيكملش وبالتالي الإحصائية دي بتقول أن النادي الأهلي دائما وأبدا متربع على عرش القرى الإفريقية في جميع الإحصائيات سواء الرسمية أو حتى غير الرسمية اللي بعض الزملاء الإعلاميين في القرى الإفريقية بيجتهدوا وبينشروها من خلال حسابتهم الرسمية